يبحث الجميع من جزائريين ومغاربة عن آخر مستجدات قضية مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان التي وصلت المحكمة الرياضية بلوزان سويسرية وحسب آخر الأخبار فإن رئيس الفاف وليد صادي المتواجد بمدينة لوزان رفقة الأمين العام استعان بثلاثة مكاتب محامات أجنبية متخصصة في القضايا الرياضية وهي مكاتب من فرنسا وإيطاليا وسويسرا وأودعت الفاف أمس رسميا الطعن بمحكمة لوزان وسددت التكاليف المتعلقة بالتسجيل وقدرها الفرنس سويسري وطلبت الطابع الاستعجالي لدراسته على اعتبار أن الكاف تسير لإجراء لقاء الإياب صهرة هذا الأحد ومن المحتمل جدا تأجيل لقاء العودة حتى يتم الحكم في القضية بإعادة المباراة في ملعب محايد ومنع نهضة بركان من استعمال الخريطة الوهمية أو بملح تأهل مباشرة لاتحاد العاصمة باعتبار الفريق الخصم نهضة بركان هو المنسحب في لقاء الذهب وارتكزت الفافه يتودع رسميا شكوى على مستوى طاص لوزان على المواد القانونية التي تؤكد بشكل واضح منع وجود صور أو شعارات أو كتابات على قمصان الأندية تحمل البعد السياسي مستدلة بقميص نادي نهضة بركان لتأكيد على أن تلك الخريطة تحمل رسائل سياسية من الطرف المغربي بثواطئ من الهيئات الدائمة والقانونية للكنفيدراليا الإفريقية لكرة القدم بما يستدعي إبطال الطاص لقرارات هيئة الكاف التي منحت الضوء الأخضر لنادي بركان لارتداء ذلك القميص وعليه خريطة تغتسب فيها الأراضي الصحراوية